عبدأ معك رائد حول إجراءات الإغلاق التي تحاول السلطات الفلسطينية منع انتشار فيروس كورونا وقامت بإغلاق الضفة لمدة خمسة أيام ما هي تفاصيل لديك؟ والعملية الإغلاق في الضفة الغربية بدأت منذ ساعات صباحي هذا اليوم لمدة خمسة أيام لكن الخليل مغلق منذ يومين لمدة خمسة أيام وربما هذا يتجدد أكثر في الضفة الغربية وكذلك الحديث عن نابلس بالنسبة للإجراءات الوقائية والاحترازية حتى موضوع الكمامة فرضت الشرطة الفلسطينية غرامات باهظة بالأمس على المواطنين الذين لم يرتدوا هذه الكمامة وذلك خوفا من الإصابة بفيروس كورونا الآن ستنقل لكم الكاميرا هذه الإجراءات التي تفرضها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الحواجز العسكرية التي طبعا تقوم بنصبها لإرجاع المواطنين غير الملتزمين بقرارات الحكومة الفلسطينية بالنسبة للتحديث الصباح الصادر عن وزارة الصحة اليوم سجلت حالة وفاة لسيدة وهذه الحالة الثانية خلال عشر ساعات في الخليل مما رفع العدد إلى ثلاثة عشرة حالة بالنسبة لعدد حالات الوفاة أما تسجيل الإصابات مع ساعته هذا الصباح أعلنت الوزير عن تسجيل ثمانين وستين حالة بينها إحدى وأربعون حالة في الخليل هذا رفع العدد إلى ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمس وثمانين منذ بداية الأزمة الحالات النشطة وصل عددها إلى ألفين وثمانمائة وخمسة وخمس وثلاثين أما حالات التعافي فقد وصلت إلى ستمائة وسبع وثلاثين حالة وعدد حالات الوفاة ثلاثة عشر كما ذكرت والفحوصات التي أدريت خلال 24 ساعة وصلت إلى أربعة آلاف وثمانمائة فحص إذن إجراءات مشدرة في الخليل كما نشاهد من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إذن هذه الصورة مع رائد الشريف كان مرسلنا من الخليل